السؤال الثاني حكم الجلسة الخفيفة بعد القيام من السجود وقبل المقوف جلسة الاستراحة جلسة استراحة خفيفة ثم القيام خلال جلسة التشاهم أيها القيام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة هذه المسألة مسألة جلسة الاستراحة ذاب فريق من الولماء إلى إثباتها لحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض إلى الثانية أو إلى الرابعة يجل الجلسة خفيفة ثم يقوم لحظة لا تأكل الكلام كذا من الذي رواه؟ صحابي اسم مالك بن الحويرث أجاب آخرون من أهل العلم أن مالك بن الحويرث أتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وكان النبي قد بدا فكان يصوب عليه أن يقوم مرة واحدة فكان يقوم يجل الجلسة خفيفة ويعتمد وبعد ذلك يقوم فقالوا إنما فعلها النبي لعلة فعلها النبي لماذا؟ لعلة والدليل على أنها لا تفعل عندهم أنها ليس فيها ذكر وما هناك موطن في الصلاوات ليس فيها ذكر فهذه حجة القائلين بأنها لا تجلس بأنها لا تجلس القائلين بأنها تجلس استذلوا بحديث مالك بن الحويرث وفيه أن النبي قال لهم صلوا كما رأيتم وني أصلي شكرا لك شكرا للمشاهدة